بسم الله الرحمن الرحيم معكم تول إسام عبدالحكيم في فقرة سؤال وجوائق عندي حاول ومش حابة بصلحه لأنه خلقة من عند ربنا وعندي أحساس أن تصحيحه وإعتراض على خلقة الله فقال الكلام ده مظبوط ولا لا ساعات باسمع الكلام ده من بعض المرضة أنه نحن اللي بابن نصلح لهم الحاول ده اعتراض على خلقة ربنا لا ربنا خلقنا كلنا علينا عدلين والعكس هو اللي صحيح لأنه واحد ده معموجة فده مش الخلقة الطبيعية لما تكون معموجة لها مش طبيعي ويبقى تصليحها مهمة لأنه من هنا التصليح مش تجميل لأنه التصليح وظيفة نفس الحكاية لما أنت تكون منحرفة فأنا مش بخلي الشكل حلو لأ أنا برجع لانتين اشتغلوا مع بعض ده مهم جدا في الوظيفة وفي الحياة وبالتالي ده مش اعتراض على خلقة ربنا احنا بنسميها عادة الشيء لأصله لما يكون واحدة مناخيره كبيرة أو عادة صغارة ده ممكن يكون تجميل واعتراض لأنه ما فيش أصل لحجم المناخير بالحجم الودن لكن المثبت للعينتين مع بعض لهم أصل أنهم يكونوا قدلين كويس جدا مع بعض أي انحراف عن النصار ده بيأثر على وظيفة النظر وبالتالي تصليحه من أول يعتبر مطلب وواجب وبالعكس هو يعتبر امتسال لأوامر الله أنه نكون أحسن وفي خلقة أحسن وفي وظيفة أحسن وتصليح الحاول ما هواش اعتراض على خلقة ربنا بالعكس هو إثبات أنه فعلا الوضع الطبيعي لأن ربنا خلقنا عليه نشوفك في سؤال جديد قريب خالص